اسم الدرس تصريف المضاعف في المضارع المنصوب أتذكر المضارع المنصوب هو ما دخلت عليه أدوات النصب التالية أولاً أن مثال ذلك أريد أن أنام ثانياً كي لكي مثال ذلك أدرس كي أتفوق ثالثاً لن مثال ذلك لن يسقط هذه المرة رابعاً لم التعليل مثال ذلك أتيت إلى النادي كي أتمرن خامساً حتى مثال ذلك أعمل بجد حتى أفوز بالمرتبة الأولى أتعلم الضمائر المتصلة في محل نصب إذا اتصل الضمير بالفعل وكانت وظيفته مفعولاً به سمي الضمير نصب متصل الضمائر الأفعال حل يحل اعتد يعتد استمد يستمد الضمائر المتكلم أنا لن أحل لن أعتد لن أستمد نحن لن نحل لن نعتد لن نستمد المخاطب أنت أنت الغائب هو هي هما لن تحل لن تعتد لن تستمد هم لن يحلوا لن يعتدوا لن يستمدوا هن لن يحللنا لن يعتددنا لن يستمددنا القواعد يحافظ الفعل على إضغامه في المضارع المنصوب مع جميع الضمائر إلا مع أنتن وهن فيفك الإضغام علامة الإعراب في الأفعال المضاعفة المنصوبة هي الفتحة مع الضمائر أنا نحن أنت هو هي وحذف النون مع الضمائر أنت أنتما أنتم هما المذكر هما للمؤنث هم لا تتغير علامة الإعراب في الفعل المضاعف المسند إلى نون النسوة مع الضمائر هن أنتن التمرين الأول أعيد كتابة ما يلي بالصيغة التي تناسب الصياق يجب أن أكد وأجد في العمل لأرد جميل والدي والديك والدينا الإجابة يجب أن أكد وأجد في العمل لأرد جميل والديك يجب أن أكد وأجد في العمل لأرد جميل والديك يجب أن أكد وأجد في العمل لأرد جميل والدينا التمرين الثاني أسند المثال التالي إلى الضمائر الخطاب أنت أنتما أنتم يود أن يحل ضيفا بيننا ليرد لنا ما أخذه منا الإجابة يود أن يحل ضيفا بيننا ليرد لنا ما أخذه منا أنت تود أن تحل ضيفا بيننا لترد لنا ما أخذه منا أنتما تود أن تحل ضيفان بيننا لترد لنا ما أخذه منا أنتم تود أن تحل ضيفا بيننا لترد لنا ما أخذه منا التمرين الثالث أسترشد بالضمير المتصل وأعيد كتابة ما يلي بالصغة المناسبة كي تسترد صحتك عليك أن تتم دوائك إلى الآخر أولاً عليهما ثانياً عليكنا الإجابة كي تسترد صحتك عليك أن تتم دوائك إلى الآخر أولاً عليهما الضمير المتصل هما فإن كانت هما المذكر تكون الجملة كالآتي كي يسترد صحتهما عليهما أن يتم دوائهما إلى الآخر وإن كانت هما المؤنث تكون الجملة كما يلي كي تسترد صحتهما عليهما أن تتم دوائهما إلى الآخر ثانياً عليكنا الضمير المتصل أنتنا إذن الجملة تصبح كالآتي كي تسترددنا صحتكنا عليكنا أن تتممنا دوائكنا إلى الآخر التمرين الرابع أسند المثال التالي إلى الضمائر الغائب هم هن بعثت إلينا لتهتم بكل كبيرة وصغيرة ولتتم علينا سعادتنا الإجابة بعثت إلينا لتهتم بكل كبيرة وصغيرة ولتتم علينا سعادتنا هم بعثوا إلينا ليهتموا بكل كبيرة وصغيرة وليتموا علينا سعادتنا هن بعثنا إلينا ليهتممنا بكل كبيرة وصغيرة وليتممنا علينا سعادتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر